بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله نكمل مع بعض باقي محاضرات مادة الالكترونيكس 2. احنا خلال المحاضرات اللي فاتت كنا بنتكلم على الترانزيستر من النوع البيبولر جنكشن ترانزيستر اللي هو البي جي تي. اخدنا يعني ايه بتاع البي جي تي وطريقة العمل بتاعته والانواع المختلفة الموجودة عندي وايه هي المين كاركترستيك بتاع اي ترانزيستر من النوع البي جي تي واتكلمنا على بعض الدواير المختلفة وازاي نعمل للدواير دي. النهاردة ان شاء الله في محاضرة النهاردة بنتكلم على النقطتين التانيين اللي جايب بعد كده اللي هو بتكلم على ازاي اعمل امبليفيكيشن للطيار او الجهد الموجود معايا من خلال الترانزيستر بتاعي وايضا هقدر استخدمه ازاي كسويتش في الدواير الالكترونية وخصوصا الديجتال الالكترونيكس او الديجتال اللي احنا نتكلم عليه. فاحنا النهاردة بنتكلم على مبدأ وان شاء الله خلال المحاضرة الجاية هننهي الشابطة بتاعنا عشان نتكلم على حاجة اسمها الفوتو ترانزيستر وازاي في النهاية الفوتو ترانزيستر ده هندرسلون بعض الطابقات وازاي نعمل بتاعنا. تعال نهاردة نشوف الفكرة ازاي نستخدم بتاعنا من خلال استخدام الترانزيستر الموجود عندنا. احنا كامبلفاير بتاعني كلمة امبلفاير اللي هو مكبر للجهد او مكبر للطيار او مكبر للقدرة الموجود عندنا. زي ما تعرفنا قبل كده في الدواير المختلفة بالنسبة البي جي تي قلنا ان الترانزيستر بتاعنا ده البي جي تي ممكن نوصله ككمان بيز او كومان اميتر. وقلنا ايضا ان الكومان بيز ده نستخدمه كسويتش او كديرة الكترونية كمفتاح الكتروني موجود معايا. ما اقدرش اكبر به الطيار الموجود معايا لان احنا كنا اقولنا ان الطيار بتاع الاميتر او الطيار بتاع الباعث الموجود معايا. المفروض هيساوي مجموع طياري القعدة وطيار المجمع اللي هو الاي سي زائد الاي بي. فقلنا هنا عشان الاميتر الموجود معايا بيبقى طيار كبير نقدر ندخله على البيز فيفقد منه جزء في البيز بيبقى جزء غير قوي. وبالتالي الطيار اللي رأي عند المجمع في حالة الكومان بيز هيبقى طيار اقل من طيار الاميتر. وبالتالي قلنا ساعتها ان مش هنقدر نستخدم الترانزيستر في حالة الكومان بيز او القاعدة المشتركة في عملية تكبير الطيار. لكن نقدر نستخدمه في عملية تكبير الجهد والقدرة من خلال اننا نستخدم مجموعة من المقاومات في الامبوت والاوبوت اقدر كل ما زود المقاومة يبقى الجهد هيزداد عليها كل ما قال المقاومة يبقى الجهد هيقل وبالتالي اقدر استخدم الترانزيستور هنا في عميد تكبير الجهد والقدرة فقط بينما في حالة الكومان بيز الموجود معي مقدرش يستخدمه في حالة تكبير الطيام قلنا عشان كده بدأنا نروح للمرحلة التانية او النوع التاني من التوصيل بتاع الترانزيستور البي جي تي قلنا ممكن نستخدمه ككومان امتر او باعث مشترك هيبقى ساعتها الباعث وهو البيز متواصلين فرورد بايس والباعث والكوليكتور متواصلين ريفيرس بايس عشان اقدر اقول ان انا اقدر من خلال ده اكبر ايه الطيار الموجود عني فمجرد ما دخل اي طيار صغير على البيز الموجود مع احارتك هنقدر نقول والله هيظهر تأثير مكبرا عند المجمع الموجود معي وما زالت العلاقة اللي بتقول ان الاي امتر بتاعي هيساوي مجموعة الطيارات متاع الاي بايز زائد الاي الاي كوليكتور لكن بيبقى الاي كوليكتور كبير جدا بالنسبة الاي بايز وبالتالي كان هنا بيظهر عندي مبدأ تكبير الطيار وتكبير الجهد وتكبير القدرة من خلال الكومان ايه الكومان اميتر سيركت الموجودة معي فالامبيل فاير النهاردة احنا بتتكلم على عاملة التكبير ان انا هزود الامبيلتودي الموجود مع احارتك عشان ادرى اقول والله لو احنا بنتكلم على مقدار الطيار الموجود معاها يما انا محتاج ان انا هنا في الحالة دية ازود ايه ازود مقدار الطيار كامبليتون وبالتالي احنا بنتكلم على احد اهم الخصائص المستخدمة او التي يستخدم فيها الترانزيستور وهو عملية التكبير بتاع الترانزيستور طيب قلنا من هنا ان احنا لو احنا بنتكلم على ال IC ال IC الموجود ما حالتك ده الطيار اللي هو بتاع المجمع الموجود معايا قلنا زي ما قلنا لو احنا دخلنا طيار صغير اوي على ال base يبدأ ال IC هو ناتج ادخال طيار صغير على ال base وبالتالي هيبقى فيه علاقة ما من الاثنين دولة علاقة هنا يربطهم معامل اسمه معامل التكبير اللي هو الموجود معايا اللي هو بيسموه اللي هو بيسموه ال beta عنده طب ال beta ده عبر عن ما ال beta ده عبارة عن الخارج والدخل الموجود مع احارتك العلاقة ما بين الخارج والدخل يعني ال beta بتساوي ال IC على ال IB اللي احنا بنتكلم عليه وبالتالي هنا احنا لو بنتكلم على ال IC على ال IB يبقى احنا هنا بنتكلم على معامل تكبير الطيار الموجود مع احارتك عشان نقدر نقول لنا حينا ممكن نستخدم الترانزيستور في عملية ايه؟ في عملية تكبير الطيار الموجود عنده عشان كده نحن نهارده لازم نشغل الترانزيستور في منطقة واحنا كلمنا عليها خلال المخضرات اللي فاتت اللي هي بيسموها الاكتف ريجو المنطقة الناشطة اللي هي بيبقى خلاص الطيار سبت عندي ويسميها منطقة خطية مهما زودت القيمة بتاع الجهد المطبع على الترانزيستور خلاص بيبقى هنا وصل لحالة او مرحلة الاكتف ريجو خلاص ما عادش الطيار هيزان عن كده واللي فيها بيبقى البيز والإميتر جونكشن بتبقى فيلو ريزيستنس فبقى الحالة دي فورور بايس وبتبقى العلاقة ما بين البيز والكوليكتور جونكشن بتبقى هاي ريزيستنس اك انها ريفرس اي ريفرس بايس فده بيسمح ان انا اقدر اي تأثير او اي جهد موجود معي على الامبوت سيركت اللي هي خاصة بالبيز فيبقيني اي طيار صغير يقدر يخلي اه تأثير طيار مجمع كبير جدا عشان كنا احنا النهاردة بنستخدم الامبليفار موجود معي اه من خلال استخدام الترانزيستور بتاعني بس اهم حاجة النهاردة هنفرق ما بين ايه هي الكميات اللي هي المستمرة والكميات المترددة اللي احنا نستخدمها مع الترانزيستور النهاردة بنتكلم على الديسي والايسي كوانتتز فانهاردة نقول الامبليفار في حاجتين فيه ممكن يكبر للديسي وممكن يكبر الايسي وبالتالي كلامنا هينطبق على كل من الطيار والطبق على الجهد الموجود معي وممكن يطبق على المقاومات اللي هي خاصة بالايسي او خاصة بالديسي فهنا لو احنا ادينا للرموز المستخدمة عندي في الجهد والطيار موجود معي الاي كابتل وفي كابتل دول هيعبروا عن الاي سي الاي سي والديسي سيجنالز او الالفايوز او الكوانتز اللي احنا نتكلم عليه يعني ايه الكلام ده عشان نوضحه يعني انا لو قلت لحارتك اي كابتل يبقى انا متكلم سواء على دي سي او اي سي بس اللي هيفرق بقى دي سي من الاي سي ازاي من الصوفيكس او اللي هو السبسكريبت اللي احنا هنحطه جنب الايه كلمة الاي او ايه حرف الفي الموجود معي وبالتالي احنا لو احنا بنتكلم على rms value او average value او big value او big to big value يبقى احنا بنتكلم على قيم مترددة موجود معايا ممكن استخدام لها i capital والv capital موجود معايا لكن مهمة اوي ان انا اخلي بالي ac current او dc current انا بتكلم عموما rms لكن لو ما قلت شغير كده يبقى انا بتكلم على rms value هنفرق ازاي بقى يقولك ان انا عايز الوقت لو انا بتكلم على dc او ac quantities هاخد i capital والv capital بس انا انا بتكلم مثلا على طيار بتاع base current بس هو من نوع dc يبقى انا هديله ib والb بتاعته هتبقى capital يبقى انا كده اعرف انوى dc طيب لو كتبت ib بس b small هتبقى تعني ac current بتاع base في الحالة طيب انا بتكلم على vce وكلمة ce اللي هو collector والمتر بس capital زي ما احنا نشوف حالا يبقى vce كله capital يبقى انا بتكلم على dc current او dc voltage موجود معي طيب لو بتكلم على vb capital يبقى vb capital دي يبقى dc vb small يبقى vb small ده يبقى ac بقصد ac current او ac voltage الخاص بالترانزيستور بتاعي طيب عشان كنت بقول هنا ان lower case بقى في الحالة دي لو موجود مع حالتك برضو هيبقى ايه capital موجود معي زي ic والip والie ده عبارة عن collector current والbase current والie current تمام اللي هو بتاع المتر بس ده بتكلم على dc transistor ايه dc transistor current سيبقى معي لو كتبنا نفس الرموز الموجودة معاك بس small ic small والb small والe small هيبقى ده عبارة عن ac transistor ايه current بس من النوع اللي هو المتر طيب نفس الكلام بالنسبة للجهود لو قلنا vb e والvc b والvc e دول عبارة عن الجهد ما بين base والامتر الجهد ما بين collector والbase الجهد ما بين collector والامتر ده برضو بيعبر عن القيم اللي هي dc بس بالنسبة للvolt من one terminal او من طرف الى طرف اخر في الترانزيستور الموجودة طيب لو احنا قلنا vbass او vc bass او v e bass دول عبارة عن dc voltage اللي هي يعبر عن قيمة base voltage ما بينه ما بين الارض ما بينه ما بين الجراون اللي احنا نكلم معي vc هيبقى هو عبارة عن جهد collector او جهد المجمع ونقطة ما بين collector وما بين الجراون v e هو العلاقة ما بين جهد الباعث و ground الموجود عند الرموز ده ما حرك شايف كلها اصبحت كلها capital سواء كان الحرف نفسه او رمز نفسه هو i او v و الموجود معي كله capital اللي يبقى احنا هنا نتكلم على dc quantilis او النيال كميات المستمرة اللي احنا بنشتغل عليه المال لو رحنا ال ac انا باستخدم على sub script الموجود معي lower case يعني حرف small موجود عنه زي ما حركتك شايف كده بتكلم على ic وال ib الموجود معي وال ie يبقى اي small يبقى c small b small و a small الموجود معي يبقى عبارة a small طيب ده عبارة عن ac كانت الموجودة ما حركتك اللي احنا بنتكلم عليها دي غطة بس في الكتابة انا اسف ac transistor trans و v b e بقى نفس الكلام و v c b v c e و كل ده هيبقى عبارة عن ac voltage موجودة ما حركتك يبقى انا بتكلم على كل الحاجات اللي سابسكريبت موجودة معي هتبقى small يبقى انا بتكلم على الانتفاق اللي احنا هنشتغل عليه خلال الفترة اللي جاية من الرمز اللي هو small الموجود موجود طيب تعال بقى نقول احنا هنشتغل ازاي في الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية هنقسم التمييز ما بين المقاومات المختلفة بتاع الترانزيستور لو انا بتكلم على مقاومة داخلية الترانزيستور يبقى انا هرمز لها برمز r small موجود عن طيب هتدي لها رمز ر cr b يبقى دي اي لا علاقة هاو الانتزامل اللي موجود معي internal ac emitter resistance يبقى انا بقول على re وما زلنا احنا بنتكلم على هنا الموجود مع حرطك دي هتلاقي ان اي هنا small اي هنا في الرمز ده small يبقى انا بتكلم كده على ac يبقى انا كده بشتغل على ac resistance موجود معي طيب لو قلنا r داش برضو بس اي بتاعتها capital بقى يبقى انا ساعتها بتكلم على dc resistance الموجودة عندي وهي تعبر عن internal resistance الموجودة قدامها طيب لو كانت المقاومة خارجية انا بتكلم هنا r هي عبر عن مقاومة داخلية جوة transistor نفسه يبقى r اي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي small d هتبقى احنا بنعبر عنها اللي هي عبارة عن المقاومة الداخلية جوة transistor لكن لو انا موجود مع حردك هنا لو انا بتكلم على transistor اه ادى transistor لو بتكلم على nbn transistor موجود معي ادى المقاومة هنا كده المقاومة اللي احنا وصلناها تحت دي كده دي هسميها اي بقى هل هسميها r اي داش لا هسميها r capital وتبقى اي الموجودة معي يبقى انا هنا بتكلم على مقاومة خارجية متوصلة تفرق كتير قوي عن المقاومة الداخلية اللي هي الترانزيستور اللي احنا نتكلم عليها r e small dash دي تبقى عبارة عن مقاومة ac طيب لو انا متكلم على مقاومة r capital حتى e small يبقى مقاومة ac متوصلة على daira ac او ac circuit موجودة من من هنا نقدر نقول حدودك ان circuit resistance هو external هيضاف اليها r e small الموجودة معي بنسموها external dc meter resistance الى r e capital r e small ستبقى عبارة ac meter e resistance لما نحتاج نحل الدوائر المختلفة ستجدر تلاقي رموز الموجودة معك تعبر عن المقاومة الداخلية الموجودة عندنا اللي تعبر عن dc لكن المقاومة الموجودة عن r e capital d هتبقى عبارة عن المقاومة المخارجية الموجودة معها متوصلة كdc من هذا نقدر نقول لحارتك ان الموجود معي امتى يحصل voltage amplification هذا وده محتاج ان اقف مع حارتك فيه شوية عشان نقدر نقول لحارتك الدايلة هتشتغل ازاي ازاي الترانزيستور اللي حراك شايفه زي ما انت شايف كده فيه عندي دايرة الالكترونية هي ترانزيستور الترانزيستور هتلاقي الامتر بتاعه متوصل هو ground او الباعث المشترك اللي هو بسموه command امتر عشان اقدر اطبق القاعدة او القانون اللي بيقول ان ic هو عبارة عن beta ib المعامل تجبير الترانزيستور الموجود معايا في طيار البيز الموضعي بلانا هنا نحط شوية مجموعة من المكونات هننكلم من المين كده الدايرة الموجودة محرطك ديت فيها عبارة عن VCC اللي احنا الكلمة على بكده وهو عبارة عن جهدة الموجة متوصل بسالم الان بتاع الكل يبقى هنا كده الدايرة بتاع كلها مقاومات DC عرفنا مين دي سي الار بتاع بتاع كابتل عبارة عن مقاومة خارجية و C بتاع كابتل يبقى دي سي ريزيستنس موجود معايا متوصلة ما بين البطارية التاع حارتك و الكل ادى الترانزيستور اللي هو موجود من نوع NB N عرفت مين ان هو NB N اللي هنا نساهم بتاعه من هنا برضو نقدر نقول لحارتك بدأنا نوصل مقاومة اسمها RB المقاومة RB الموجودة مع حارتك دي كده لو احنا ركزنا شوية ادى المقاومة RB برضو مقاومة متوصلة على البيز ترمينل او الطرف بتاع البيز عشان برضو نقدر ناخد عليها الجهد اللي هو V بعد شوية طيب بدأنا نوصل المقاومة RB مع البطارية اللي هي DC اللي هو VBB اللي احنا سمناها بجلة ولو حركة تلاحظ هتلاقي الترانزيستور بتاعي من النوع NBN يبقى المقاومة عبارة عن N هتلاقي متوصل مع السالب والبوستر بتاع البيز متوصل مع البوستر بتاع البيز يبقى انا بتكلم على بالنسبة للإمتر والبيز اللي هو VBB وهنوصل معاك الناحية التانية اللي هو AC اللي اللي احنا نسميه VS ده VS الموجود معي طيب لاحظنا حاجة كمان اه ده مصدر طيار متردد موجود مع حارتك هنوصل عشان نشوف الجهد الكبر ولا هيبقى ظروفه وكمان نسبة هنا عملية الانفرجن او عملية العكس بتاع الجهد هترى لما دخل جهد موجب هيتطلع لسالب ولا يطلع موجب النهاردة بنعمل invert جنب من خلال التانزيستور الموجود عندي طيب هلاحظ هنا ان حارتك مستخدم فيه عندي هنا في الدايرة الموجود مع حارتك ده هتلاقي فيه مكسف كمان المكسف ده فديده اي بقى المكسف ده بيعمل مجموعة او حاجتين اتنين بنشتغل عليهم المكسف الموجود قدام حارتك هتلاقي هنا بنستخدم هؤل السببين السبب الاولان ان انا اعمل بي مع المكسف ده المكسف ده اللي هو فايدته انه بعمل بلوك ل اي دي سي سب موجود معي او اي دي سي 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 واقدر امرر اي سي المتردد ويمنع مرور الطيار المستمر الموجود عند طيب القصة دي بقا هنحل لها ازاي ونستخدم اي قلنا ان انا هنا دلوقتي عايز اطلع الاسي سب الموجود معي اكبره وعمله كمان عمية العكس اللي احنا نتكلم عليه طيب فيه منفايدة تانية المكسف دي قال لك اه قال دلوقتي الطيار الموجود مع حرورتك بتاع اللي هو الاسي ده ممكن يأثر على الاسي سب لا انا مش عايز تأثير يظهر تأثير هم على بعض لا الاسي اثر على الاسي ولا الاسي يأثر على الصوبي فهنا اضعنا المكسف ده بيسموه كابلك كابستور او مكسف ربط او مكسف انه يمرر الاسي عشان نقدر نفهم يعني ايه عملية تكبير للطيار تكبير الطيار انه مجرد هنا انا ركبت ايه بقى اللي حصل في الدين الموجود قدام حرورتك دي انه عندي صبلاي موجود مع حرورتك او الصبلاي الموجود مع حرورتك هنا له مستين المستين الموجود قدام حرورتك هنا انه متكلم على الصبلاي اللي احنا نتكلم عليه اسي اللي هو دا كده دا فايدته ان احنا فايدته ان احنا بنقدر نشغل الاسي واكن هنا بنشفيته على دي سي عشان كده هتلاحظ ان السيجنال المرسوم قدام حرورتك هنا فوق كده اللي حصل الوقت السيجنال دي هتلاحظ هنا السيجنال موجود ما احطك هنا كده في الشكل دا كده هتلاقي ان هنا البي بي بي هوا حصل شيفتنج لي السيجنال الموجود معي اللي هو البي اس يعني انا اركبت موجا دي سي على موجا هي سي طيب الفكرة هنا بقى ان انا عايز اشوف التكبير ده يظهر شكل عام ازاي الناحية التانية لما نشوف حضرك التكبير اللي هو موجود قدام حارتك ده يبقى انا بتكلم على السابلاي اللي احنا بتكلم عليه اتشفد مدار في بي 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 يبقى انا ركبت موجا دي سي على موجا اسي لها الفي اس وبالتالي الشكل اللازرق اللي هو الموجا الزرق دي هو عبار عن الفي اس اللي احنا بتكلم عليه اللي ركب او متشفت على الفي بي بي طبعا هنا السابلاي الموجود مع حارتك يؤدي لزهور جهد موجود معايا عبر المقاومة ربي وبالتالي هيعمل طيار متردد اسمه اي بي الاي بي الموجود مع حارتك الترانزيستور بتاع حارك متوصل كومان اميتر وبالتالي الكومان اميتر الموجود مع حارتك هيظهر تأثير اي اي بي او اي طيار صغير على البي الموجود معايا يظهر تأثير مقبرا نتيجة البي اللي احنا بنتكلم عليها عند الكلك طيب ايه اللي حصل بقى دلوقتي احنا خلال المحاضرات اللي فاتت معادلة رياضية بتقول ان عندي ممكن الموجود مع حارتك ده الله هو 他 هذا الموجود معك هيبقى عبارة عن هك dispon هيبقى عبارة عن الجهد ده اللي هو المقاومة والجهد الموجود عند حارتك على المبين الملي المحاضر الموجود معك فالجهد الموجود معك احنا خلنا معادلة للمحاضرة الفاتمة بتقول الBERC بتساوي الموجود الموجود عنه طيب انت بتقول الوقتي ان انا حطيت جهد او طيار على البيز الموجودة معي وبالتالي هيظهر تأثيره موجودة عنه فكلما حطت IB الـ IB ديات هيزداد كلما زود السبضاء الموجود مع حردك كلما الـ IB هيزداد كلما الـ IB يزداد كلما الـ IC بتاعي هيزداد لانه هيزهر تأثيره مكبرة عند المجمع يبقى الـ IC الموجود مع حردك قولنا هنا الـ VCC هيبقى قيمة سابتة طالما الـ VCC سابت موجود مع حردك يبقى أنا أتكلم على قيمة ثابتة VCC يبقى أنا أتكلم على طيار IC الموجود مع حارتك هيظهر تأثيره مكبرا على الناحية التالي طيب من ده نقدر نقول إيه بقى لحارتك نقدر نقول لحارتك هنا أن إحنا لو عايزين نشوف التأثير هيتم إزاي يبقى أنا بقول لحارتك هنا هبدأ أشتغل على شوية حاجات قوانين القانون الأولي اللي إحنا بنتكلم عليه إنه هو ال VCC بساوي RC في IC زائد VCE إحنا قلنا أول ما نحطه IB هنا هيظهر تأثيره IC هنا جيكبر فلما IC في IC يكبر يبقى IC في RC هيكبر والقيمة بتاع VCC قنية ثابتة يعني 10 بولت طيب أنا الوقت كنت بقول لحارتك في البداية خالص وليكن مثلا عشرة دي بتسوي 5 هنا و 5 هنا مثلا يعني طيب أنا بقول لحارتك الوقت لا ده إحنا زودنا IC في RC يعني المقدار ده بقى 6 فلازم ال VCE يحصل له إيه إيه فالعمالية عكسية طبعا أنا بأخذ الخارج عبر هو ال VCE الموجود معي أو ما بين ال VCE والA والground اللي احنا بنتكلم معي طبعا هو هنا كتبه على الكيرف ال VCE يعني هو ما بين ال VCE أو ال collector والground اللي هو كده كده مين متوصل بي الميتر أكيدنا بقول ال VCE الموجود معي طيب يبقى أنا هنا بقول لحارتك كل ما زود ال IP كل ما ال IC يزداد كل ما المقدار IC في RC يزداد وبالتالي هنا هتبص تلاقي الجهد اللي هو ما بين ال collector والميتر أو ال collector والground اللي موجود معي هتلاقي بي يبدأ يقل طيب كل ما زود ال IC كل ما ال IC في ال RC يبدأ يزداد وهكذا تبص لإيه يبقى أنا لو دخلت قيمة موجودة معي عشان أزود الجهد الطيار الموجود معي على ال base يبقى هنا كل ما الطيار يزداد أو كل ما الجهد على ال base ده يزداد كل ما الطيار بتاعي يزداد كل ما ال IC يزداد كل ما الخارج بتاعي يبدأ يقل فهتلاقي هنا علاقة عكسية واحد بيزداد والتاني ايه والتاني بيقل موجود معي نتيجة ثبات ال VCC اللي احنا نتكلم عليه وبالتالي حصلنا هنا على ان احنا بنقول حصل انفرجن او حصل عمية العكس من جهد انه هو كان شغال موجب سالم هنا اصبح سالم موجب في الخارج وبرضه مترحل بقيمة الفي سي اي اللي احنا بنتكلم عليه احنا هنا بنقول ان الفي اس هنا اصبح مضاف الى الفي بي بي انا كنت اعملت shift لدي سي بايس الموجود معي اللي هو المقدار الفي بي بي من خلال الكاباستر في كابلنج او الكاباستر اللي هو بسموه كابلن كاباستر ده وبالتالي هنا الدي سي بايس اللي هو البي سي سي هبرضه هيبقى متوصل بالكوليكتور الموجود معي عبر المقاومة ارسي تعال بقى نشوف القوانين اللي هتوصلنا الى الجين اللي احنا بنتكلم عليه ترى القانون ده هيبقى عامل ازاي ازا بقول لحركنا كده الاسي اموت فولتج هو اللي هو احنا وصلنا هنا البي اس هيديك طيار متردد على البي اس وبالتالي ده هيؤدي الى وصول قيمة الاي سي لقيمة اكبر نتيجة عاملية التجبيب نتيجة انحنا نستخدمين كومان اميتر ترانزيستور موجود معي الاسي كالانت هيؤدي الى وجود جهد على المقاومة ارسي مقداره اي سي في ارسي ده جهد موجود عند حروتك واحنا بنقول هنا انه هو جهد مكبر وعملية اصبح هو انفرتد موجود معي معكوس لان هنا كل ما زود الجهد الموجود مع حروتك على البي اس يزود الاي بي فالاي بي زود الاي سي والاي سي اصبح جهد على المقاومة اصبح برضه جهد مكبر يظهر تأثير مكبرا ولكن في عكس الايه في عكس الاتجاه والترانزيستور في الوقت ده بيشتغل في الاكتف بي طيب من هنا بقى نقدر نقول لحروتك بقى من خلال القيمة دي نقدر نطلع القوانين اللي احنا بنتكلم عليه هنطلع قوانين ازاي ان احنا نقول الفورورد بايس اصبح دلوقتي هنا في فورورد بايس فيه مبين البيز والاميتر وبالتالي الاسي سيجنال الوقتي هتمر كلها وبالتالي يظهر تأثيرها في مقاومة داخلية صغيرة ر اي سمول تمام ر اي سمول و ر اي ده جديد موجود معي طيب هنا المقاومة الموجودة مع حروتك في الداخل هي ر بي الار بي كابتال طيب احنا عايزين نطلع بقى شوية العقاط عشان نهيب الكلام ده نتكلم على الاسي بايس بولتش الاسي بايس بولتش اللي هو الفي بي سمول ده الفي بي سمول الموجود مع حروتك هنا هنقدر نقول فين القيمة الموجودة معايا اهي اللي احنا بنتكلم عليها هنا كده لو احنا بنتكلم على النقطة ده اللي انا مشاول عليها دي كده يبقى دي عبارة عن البيز اه آآآ أهآ فاليو اللي احنا بنتكلم عليها ونحن عايزين نحسب قيماتها ازاي اقولك انا لو kein chance قيمةèn بي بايس بايليو الموجودة مع حروتك دي هتلاقي من القانون الموجود مع حروتك ان في بي بتساول اي اي ، في هيم عام ده في مقاومة دخلية هنا كده، هنا كده على الطينزيستر هنا كده المقاومة الداخلية دي بيسموها اي اللي هي الإر آآآآ��라고요 الإر اصمول دي هذه ''تعبارة عن مقاومة اي سي او انتيرال اسي Cy mouth الى حاجة جهد النقطه دي كده منين يا عام. يقول لك والله لو انا هشتغل على القصة دي كده. يبقى انا عايز الاسي اه كارنت الموجود معي. يبقى الكوليكتور كارنت او الكوليكتور فولتس الموجود معايا قادر استخدمه ان انا اقول الاسي بسوى اي سي ار سي. طيب من ده نقدر نقول والله تم الاي سي بسوى الاي اي. خلي باك انا كله هنا سمول. يبقى انا كده بتكلم على جهد متردد او طيار متردد او مقاومة خارجية مترددة موجود معايا. عشان باك الاكلام واضح ان احنا اننا شغل ممتردد طيار مترد. انها بتقول اليه تقرير تقريبا بيساوي الاي اي.ي جات من العلاقة دي مترددة ان الباسي كارنت الموجود معايا. ميبقى صغير قوي عشان كده ان مقدر نحصل على علاقة بتقول ان الاي سي تقريبا بيساوي الاي اي الاي اي.ي. وبالتالي لما اطلع لديه كده. انا شيل بس الاي سي. من المعدلية تحط التحط المكانة الاي اي اي.ي. او تشيل même المعدلت اللي فوق دي تقول ان اي اي بتساول اي سي هي هي تمام يبقى الفي سي الوقت طلعت اي اي افل مين في ار سي ده وصلنا لمرحلة ان احنا نطلع بقى ايه اللي احنا بتكلم عليه او اللي احنا عايزين نوصل من المعادلات اللي فاتت احنا جبنا الفي بي الوقتي وجبنا الفي سي طيب انت مش انت بتقول الوقتي اه الجين الموجود معايا او هو عبارة عن جهد الخارج على جهد الدخل هو مين جهد الدخل جهد الدخل هو هو الفي بي وجهد الخارج هو الفي سي يبقى انا او اطلعت من الكلام تاكل اقدر اقول لها حدثك ان الفي بي برض اي له علاقة تانية بيساول الفي اس ناقص الفي بي في الار بي. ايه بقى قصة دي انا عندي هنا او او انت لو قفت عند النقطة دي كده انا احنا بتكلم على النقطة دية بتاع الفي سي دي كده هنا بتساوي مين بقى خل كده المصار دهوت لغاية ما تفصل الار تلك الموجود معايا هو عبارة عن Vs اللي احنا بنتكلم عليه ناقص IB في A في RB يبقى احنا بنتكلم على المسار المغلق الموجود مع حررتك عشان اجيب الجهد هو ال Vb ممكن عبر عنه بداية ال Vs ناقص IB في A في RB وبالتالي ال Vc احنا قلنا هو او بالVoltage لو انت عايز تجيب الجين بقى عام اللي هو Av هتسميه Av اللي هو Voltage Gain اللي هو Lampification Gain اللي هو Av small day هو عبارة عن النسبة ما بين Vc وما بين A وما بين Vb الموجود معي كتبنا قانون ال Vb وكتبنا قانون ال Vc حطناهم على بعض أسمناهم مع مرعاة ان ال Ic بساول Ie نتيجة صغر طيار مين طيار ال Ibase الموجود معي وبالتالي هنا نقدر نقول لحارتك ان احنا لو حبينا بقى نكتب العلاقة بتاع الجين اهي الجين الموجود معي ال E Vb ساول Vc على ال Vb هيطلع في الاخر هنا هو عبارة عن العلاقة او النسبة ما بين مقاومة ال Rc على مقاومة ال Rc على مقاومة ال Rc بتاع الموجود معي وديه العلاقة اللي احنا نقدر نستخدمها في كل حساباتنا عشان نحسب الجين بتاع الترانزيستور الموجود عند حارتك كVolteach Gain موجود عندك طيب يبقى انا بقول لحارتك هنا ان احنا عايزين نوصل الى مرحلة الموجودة لو احنا خلنا كده اخيرا نقول لحارتك تاني ان احنا الترانزيستور هنا عمل باستخدام Vb وهو علاقة ما بين Rc الموجودة معي وهو الموجودة قدام حارتك طيب انا هنا الـ Gain او الـ Vb باعتمد على قيمة ال 2 المقاومة الخارجية الموجودة مع حارتك هنا في النهاية وعند المقاومة الداخلية بتاع الامبيتر اللي احنا نتكلم عليها عندي وبالتالي الـ Rc الموجودة مع حارتك بتبقى كبيرة جدا من الـ R يعني المقاومة الداخلية تبقى تكون مهملة وبالتالي انا عايز اروح للارسي الموجود مع حارتك هتلاقها كبيرة جدا وبالتالي احنا بنقول هنا ان الفولتش او الاول فولتش بتاعي ببقى متكبر كتير جدا اكبر من الامبوت الموجود عند حارتك. عشان كده انت لو بدأنا نقول ان احنا لو حبينا نشوف المقاومة الداخلية بتاع الاميتر اللي هي الاميتر هنلاقها صغيرة مقارنة بالارسي وبالتالي هنا نقدر نستخدم الترانزيستور بتاع حارتك اننا لو جدت العلاقة الارسي على الاريي طبعا هنا العلاقة بنقول ان هي تقريبا بتساوي عشان خاطر ان الترانزيستور موجود مع حارتك الاي بي التقريبا بيبتغير واحنا بنقيه بيكاد يكون ايه مهمل موجود عندنا طيب من هنا نقدر نقول لحارتك هنا ان احنا لو حبينا بقى ندي لحارتك مثال عشان نشوف حاجة زي كده ازاي نعوض في القوانين الموجودة عندنا ساعة نشوف. من دين هنا ترانزيستور على الاسي او في الفيجر لما يكون الار اي داش الموجودة معايا خمسة. تعال نشوف الفيجر كده معطياته ايه. طبعا هنا لو بصينا على الفيجر هنلاقي ان هو مديني بعض المعطيات طبعا ما جابش سيرة الفي اس بكام الفي بي بي بكام. لكن حط لي هنا انه قولي الفي بي الموجود مع حارتك بيساوي ميت ميل فولت. ميت ميل فولت احنا هزين نشوف التكبير انه احط تانية بكام. يعني ممكن اقولك هاتلي الفي سي بكام او الفي او بكام اللي هو اللي قدام حارتك ده. اللي هو الجهد ما بين اللي على الكلكتور لغاية الايه لغاية الجراوند او ما بين الكلكتور هوي الاميتر الموجود معايا. من من الرسمة او من المعطى الموجود معاك هتلاقي المقاومة ارسيل موجودة مع حارتك هي عبارة عن واحد كيل اوم يعني الف اوم. طيب لو احنا جبنا الجين بقى. ما هو الجين الموجود مع حارتك ده بيساوي مين? بيساوي الف اوم موجود مع حارتك اوة. على المقاومة اللي هي الخمسين اوم. واحنا قولنا الارسي على الار اي انترنال بتاع الاميتر الموجود معايا اللي هي الار اي داش اللي قدام حارتك دي. يبا احنا قولنا الف على خمسين يديني مفروض الجين بتاعي بالتالي هيكبر جهد المقدار كام بمقدار عشرين آآآآ آآآ青 إقيمة. وبالتالي لو احنا دخلنا هنا الموجود مع حارتك ننظر نحسم منه ان احنا عايزين نشوف يبقى الكامل. يقال هنا اقدر اقول لا ي� Seagull 20 قدام كامل الفيسي اللي احنا عايزتيه على ال summit000V اللي احنا بنكلم عليها نقبر الجهد بتاعنا بشكل او باخر. وبالتالي او بال فولطها اوه به ساوي او متية ميل الفولط طبعا ما ما تنساش التحويل اللي هو المية في عشر وصمينة ستلاتة يدين ايه اتنين فولت ار امس يبقى الجهد الموجود ما احاردك لو انا دخلت جهد المقدار ميت مين لفولت على البيز خلي بقى على البيز مش بتاعي هيظهر تأسيم مكبار الناحية التانية ميت مين لفولت حل نتكلم في قيمة زوارة قوي في عشر وصمينة ستلاتة يظهر الناحية التانية في عند الكوليكتور بمقدار اتنين فولت ار امس بدل حركة مثلا صغار كده حركة تحيله في البيت اللي هو لو انا بقى عايز احسب قيمة الارسي اللي تخليلي الجيم بتاع حارتك بدل ما هو عشرين يبقى خمسين يبقى كل يدور عندي في المسألة دي هقول ان انا عايز الفيسي بقى اوهتلي الارسي بقى بل الارسي هتبقى مجهولة منزبالي الارسي على النفس المقاومة اللي احنا بنتكلم عليها خمسين بتساوي الايه بتساوي الخمسين الموجود معاين يبقى خمسين في خمسين قدر احسب ايه كقيمة المقاومة ارسي تعود مباشر في الطانون الموجود عندي طيب من ده نقدر نقول لحراك بقى لو احنا عايزين نلخص الجزء اللي فات ده في شوية اسئلة الاسئلة اللي احنا نتكلم فيها ايه هو تعريف الامن فيه جيشان هو عملية تكبير للجهد والطيار والقدرة بس اهم حاجة عشان تلاتة دول الموجودين قلنا ان احنا لازم نوصل الى التوصيل بطريقة الكمون اميتر او الباعث المشترك الموجود عندي هو عملية تكبير ما بين جهد الخارج وجهد الدخل او النسبة بين جهد الخارج الى جهد الدخل الموجود معايا جهد الخارج هو جهد ال V C وجهد الدخل هو عبارة عن V B ومع مرعاة ان الاثنين مقاسين بالنسبة للجراوند اللي هو يعتبر بالنسبة ل الاميتر طيب ممكن اقدر اعبر عنه بحاكتين هو المقاومة الخارجية اللي هي ال R C الموجودة معايا والمقاومة الدخلية التاع المتر ال R E داش الموجود عندي من دل حاكنا مثال لو انا عايز R M S Value موجودة معايا اهو ولوقت The Voltage Gain of the Transistor Amplifier من ديني الأو بود 5 فولت والإن بود 250 ميلي فولت هاقسم 5 فولت على 250 فولت مع مرعاة الاثنين قيم R M S اللي هي Root Min Square Value موجود معايا هنا متوصف من ديني مقاومة R E موجودة مع حرورتك زي اللي احنا كنا نقوم بنا بشوية المقاومة الدخلية بتاعتها 20 أوم لو ال R C بتاعتها بقى 1200 يقول لي احسب الجن برضو تعود مباشر بقى 1200 على العشرين الموجودة عندي تطلع مع حرورتك اللي هي هتطلع ب60 أوم او ب60 المعامل التكبير هيبقى عبارة عن 60 طيب بعد ما شفنا ال Amplifier الموجود مع حرورتك كترانزيستور او استخدام BGT كامبلifier احنا محتاجين نشوف بقى التنزيستور ده نقدر نستخدمه كسويتش ازاي وفي الحقيقة هو سويتش موجود معايا نقدر نستخدم التنزيستور موجود معاك سواء كان common base او common emitter كسويتش لك احنا نشتغل على common emitter اللي احنا بنتكلم عليه برضو عشان يمقى عايزين نستخدمه كسويتش سويتش يعني ايه هو مفتاح الكتروني والفكرة فيه ان انا استخدم التنزيستور هو انا ليه ما استخدمش مفتاح العادي زي مفتاح اللامبا اللي هو عندنا زرار اللامبا اللي في البيت عندي ووجعت دماغي ليه وحطيت common emitter موجود مع حارتك وتنزيستور ووجع دماغ لا بقول لحنا هنا انا عايز اعمل مفتاح الكتروني مفتاح الكتروني معناه ان انا عايز اصغر حجم التنزيستور عشان يبقى فيه دايرة فيها عشرة تلاف مفتاح مش مفتاح واحد طبعا انا في مفتاح العادية هلاقي نفسي بشتغل على مفتاح كبير جدا على مفتاح كبير جدا ودوائر واخدى حجم كبير فانا عايز اقلل المساحة وبالتالي بستغرب التنزيستور لنا عشان نستخدمه كسويتش اما ON اما OFF تعال بقى نشوف ازاي هنشغل التنزيستور بتاعنا في الحالتين اللي هو ON OFF سويتش موجود معي والله احنا عارفين الكمان اميتر له قاعد القاعدة ايه هي عشان التنزيستور يشتغل ويجديني خارج زي ما احنا شوفنا من شوية لازم العلاقة ما بين البيز والاميتر تبقى فورورد بايس وما بين الكوليكتور والاميتر تبقى ريفيرس بايس فوالله لو انت مشغله بهذا الوضع فورورد بايس بالنسبة للبيز والاميتر وريفيرس بايس بالنسبة للكوليكتور والاميتر يبقى التنزيستور بتاعك شغال ON طيب لن حصلش الكلام ده ومتوفر الكلام ده يبقى التنزيستور بتاعك مشغال او الهضايير بتاعتك مشغال ففي الحالتين اللي احنا بنكلم عليهم الحالة الاولة اعتبرها كمفتاح مغلق والحالة التانية اللي احنا بنكلم علىها مفيش طيار hOT زي رسما لموجودة على الشمال مع حررة Lip هنا بتتكلم على i الكاتوف الموجودة مع حارتك هنا كده. بتكلم ان انا بطبق جهد على البيز الموجود معي بيساوي 0 فولت. لما طبق هنا 0 فولت. ايه اللي يحصل في طيار؟ لا مافيش طيار اي بيز. وطالما فيش طيار اي بيز. ايبا مافيش تكبير في جهد في الطيار بتاعي الاي سي. يبقى الاي سي هو كم كام بصف. طيب. طالما مافيش اي سي موجود معي. يبقى التنزيستر بتاع حارتك ده مش شغال. يعني اعتبر او في الكاتوف ريجون الموجود معي. فده يقدر نمثل الكلام د على الخارج الموجود معي. ما بين الكوليكتر والاميتر والتنزيستر مش شغال. وبالتالي يعتبر اومني سويتش. طيب. لو انا هنحط بقى جهد طياء او جهد هنا على الفي بي. اللي هو الفي بي الموجود معي. الفي بي هيعمل لي طيار اي بي. والاي بي هيعمل لي اي سي. وطالما فيه اي سي. هتبصت لها ايه. لكن الجهد هنا طبعا بقول لحركة هنا الاي بي الموجود معي اقصى ما يمكن. فالاي سي بقى اقصى ما يمكن. فبالتالي اصبح التنزيستر بتاعي شغال. لكن عملت ريفيرس بايس وفورورد بايس على الاتو جنكشن اللي احنا بنتكلم معين فورورد بايس ما بين البيز والإميتر هنا كده وما بين الكوليكتور والإميتر هيبقى ريفيرس بايس وبالتالي السويتش بتاعه وترانزيستور بتاعه يشتغل بوضعه الطبيعي لا فيش مشاكل خالص طيب من هنا نقدر نقول لحالتك بقى لو احنا بنتكلم على كالكترونيك سويتش البي جي تي ممكن نستخدمه في حالة الكاتوف وحالة اله الساتويتش كسويتش موجود عند حارتك الحالة الاولى اللي احنا بنتكلم عليها زي ما قلت الحركة او في حالة الكاتوفريجون هيبقى البيز والإميتر جنكشن إز نوت فورورد بايس يعني ربيرس بايس او متوصل عليها صفر زي ما حارك شايف كده عشان يبقى السويتش بتاع حارتك او ترانزيستور بتاع حارتك عبارة عن أوبن سويتش او أوف سويتش وبالتالي هنا الأوبن من بين الكوليكتور والإميتر زي ما احنا قلنا هيبقى مفيش توصيل خالص وبالتالي سويتش يعمل كأنه مفتاح مفتوح أو ترانزيستور بيعمل كأنه مفتاح مفتوح الحالة التانية لو وصلنا بقى في بي بي هنوصل للساتويتش او مرحلة السبات او مرحلة التعادل اللي هو بيبقى فيها البيز والإميتر جنكشن بيبقى فورورد بايس وكذلك برضو لو بصينا على البيز والكوليكتورات لو برضو فورورد بايس لكن الإميتر والكوليكتور الموجود معايا ما زلنا ريفيرس بايس وبالتالي بوصل لمرحلة الساتويتش عشان كده السويتش بيعمل إنه كشورت شورت سيركت ما بين الكوليكتور والإميتر وبالتالي يكافئ مفتاح مغلق موجود معايا طبعا فيه موجود مع حركة اللي احنا بسميه اللي هو اللي هو ده اقصى جهد يمكن تطبيه ليصل الطيار بتاعي اللي هو الموجود معايا اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا شفناها بكده على الكراكتور سيكتور الكنديشن زي ما احنا قلنا بتاع الكاتوف إنه يبقى عندي ويبقى فيه طيار صغار قوي ممكن نحمله أو ممكن نحطله قيمة صغيرة بس يبقى طيار صغار قوي يكاد يكون مهمل هنا ساعتها لما نوصل لمرحلة الكاتوف يبقى بتساوي يبقى مفيش أي حاجة مفيش IC وراجب من هم بقى من القانون الأساسي اللي احنا قلناها في البداية خالص إن الجهد المطبق على الكوليكتور اللي هو البطارات السابتة هيساوي حاجتين اتنين هيساوي IC في RC زائد VCE طيب انت بتقول لي مفيش طياري عام IB وبالتالي مفيش IB يبقى مفيش IC وبالتالي المقدار IC في RC هيساوي كم؟ هيساوي صفر وطالما الكلام ده موجود مجموح حاجتين منهم واحدة في صف الوقت اللي هو مسميها IC في RC يبقى هنا زائدها VCC في حالة الكاتوف هيساوي VCE اللي احنا سمناها VCE كاتوف وبالتالي هنا كل الجهد هيروح عند حدودك على مين على الخارج ما بين القططين الكوليكتور والإميتر الموجودة عندك طيب الحالة التانية حالة الساتوريشن حالة الساتوريشن وبالتالي أصبح الجهد الموجود محارتك اللي هو مطبع على البيس كافي انه يدينا طيار يؤدي الى تكبير قنط الجهد على الكوليكتور وبالتالي يحصل له ساتوريشن عند قيمة بسموها VCE ساعتها IC سات أقصى طيار يتشبع بالترانزيستور الموجود محارتك اللي هو عبارة عن حاجتين جاي برضو العلاقة اللي احنا قلناها حالا ان VCC الموجود محارتك بيساوي VCE زائد IC في RC احنا مقول عايزين نحسب الساتوريشن بقى IC ساتوريشن بيساوي VCC هوات البطارية مصدار كرشو في E على الخارج VCC نقص VCC سات الموجود معي على المقاومة RC وبالتالي نقدر نطلع المنموم المنموم عندي IC سات الموجود معك لأ قبل IB سات تمام وبالتالي IB منموم هيساوي IC سات الموجود معي على BC اللي هو معامل التكبير اللي احنا رجعنا لقلون ثاني ان IC كان بيساوي IB يبقى احنا كده ماشيين في نفس السياق ان احنا بنشغل الترانزيستور ك open switch أو closed switch موجود معايا يبقى هنا براعي ان IB لازم يبقى greater than IB منموم طبعا لازم ازيد شوية ما وصلش عند IB منموم بزبط لان ممكن الترانزيستور مشتغلش بالكفاءة المطلوبة او يوصل ل فانا ايه بزود شوية بشوف IB منموم كام وليكن مثلا واحد ملا مبير لا انا اخلي واحد واحد ايه من عشرة موجودة عند من ده تعالى نشوف المثال ونشوف الراجل عايز ايه من المثال مديني ده لازم كده بقول لي فورد ترانزيستور سيركيت انفجر وات اس في سي ايه وين في امبوت بيساو صفر يعني لما في امبوت بيساو صفر ايه اللي يحصل في البطارية بتاع الفي سي سي اللي هو العشرة فولت قدام حارتك ده كله هيروح على مين على الترانزيستور اللي هو ما بين الكليكتور وما بين الامتر موجود معي وبالتالي الفي سي الموجود مع حارتك اللي احنا بنسميه الفي سي ايه كاتوف هنا هبقى عبارة عن العشرة فولت طيب المطلوب التاني عند حارتك بقول لي عايز الاب minimum زي ما احنا قلنا حال يبقى انا هاحسب اول حاجة الاب و لما احسب الاب اجيب الاب minimum من الاب على الموجود معي هم يديل الاب الموجود معي و اهمل الجهد المفقود على الموجود معي اخر مطلوب عندنا في السؤال انه يطلب من حارتك احسب الاب الاب لما يكون اول ا 10 فولت لان الاب مطلوب بصفر وبالتالي الاب بصفر وبالتالي الاب بصفر وبالتالي الاب في الاب الاب ساوي كام بصفر فكل الجهد المطارية دهات الاب هيروح على الاب اللي احنا نتكلم عليه بالنسبة للمطلوب التاني مطلوب التاني بيقول لحارتك انا عايز قيمة الاب minimum الاب minimum لازم في خطوة بيقول احسب له IC بس IC بقى IC SAT بقى IC SAT عام من المعادلة الكبيرة اللي احنا قلناها VCC بيساوي IC في RC زائد VCE انت خلاص VCE موجود عندنا تمام وبالتالي لو احنا احملنا الكام ده كله اه ده رحط المعادلة الموجودة معاك اه هنا نحسب زائد الكلام ده هاحسب IC SAT بيساوي VCC على RC هو في الحقيقة ما كان VCC بس على RC لا ده كان VCC ناقص VCE اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو لو هو مثلا 7 من 10 او 3 من 10 من نسبة للجلماني والموجود معاك لكن هو الراجل قال لك في السؤال اهمل VCE لكن هنا القيمة دي كانت تتكلم عليها اللي هي 9 و 3 من 10 ميلا امبير ده هو practical او ما اهملش قيمة VCE اللي احنا بتتكلم عليها الجهد المفقود على الترانزيستور اللي هو بتاع 7 من 10 او 3 من 10 طيب بعد ما جبنا فرض طبعا الامال فقال لك VCC على RC مباشرة يبقى 10 على 1 يدين 10 ميلا امبير البيتا وبالتالي يطلع الطيار مجمو محردك اقل طيار تقدر تطبقه عشان يخلي الترانزيستور ده 50 ماكرو امبير طبعا انا محتاج ان ازود عن 50 ماكرو امبير عشان اقدر اشغل الترانزيستور في حالة ال حالة حتى اقول حضرتك او ال value بتاع the transistor to drive the transistor to the القيمة اللي توصلك لحف ال saturation لكن بنراعي شوية ان احنا نكبر القيمة اكتر من كده شوية فضل مطلوب اللي هو المقاومة بتاع ال rb طيب انت الوقت عملت عشان بس اي احنا عارفين احنا تسلسل المسألة هيبقى ماشي معانا عامل ازاي تسلسل المسألة حضرات اللي هو هيبقى انا عايز ال rb طيب ال rb ده اجبها منين او اما انا ممكن اجيب ال rb لو انا جبت عندي طيار اسمه ib موجود معي واجبت ال vb الموجود مع حضراتك وبقول لي هنا vv موجود مع حضراتك من 5 فولت ماشي وال vb الموجود معي لو خدنا المسألة المغلق من اول vb لغات ما نوصل للمتر يبقى انا كده بعمل مغلق وقدرة حدد منه القيمة بتاع rb هي rb اللي اتجبها من ايه ما لو جبت vb الموجود مع حضرتك تمام اللي هو الطيار او الجهد الموجود معي على المقاومة rb اللي هو عبارة عن المقاومة rb في ib ما انت لو جبت الجهد اللي هو قادرة الاولانية v input وهنا النحية التانية الجهد عند النقطة دي طيب الجهد عند النقطة دي مش جهد b اه جهد base او جهد base وال m الموجود مع اللي هو بسميه v b e جهد الفقد الموجود مع ب7 10 طيب انت بتقول لنا نطبق جهد v input ب5 volt يبقى 5 volt 7 10 يبقى الجهد الموجود مع حردك 4 و 3 10 ما انت لسه حالا اقل من شوية جهد المقاومة ده عندي جهد و عندي الطيار اللي كان مرر فيها اللي احنا حسن حال اللي هو ip 50 macro مش انت عندك جهد و عندك طيار تقدر تحسب المقاومة المقاومة الموجودة مع حرد لما القيمة المتاع المقاومة الموجودة لكن لما سمنا 4 3 من 10 اللي احنا طلعناها نتيجة الطرح اميات الطرح دي انا اجيب تاني مأكد ان انا هنا بجيب جهد على مقاومة اللي هي فرق مبين نقطة دين او جهد مبين النقطة الاولية بتاع ال والتانية اللي هي مبين ال base و المتر اللي احنا نتكلم عليها تطلع المقاومة الموجودة معاك اللازم توصيلها للحصول على دايرة في هذا الشكل توصفر لخمسين ماكرو امبير ان تكون المقاومة 86 كيلو اوم موجودة عدد المثال ده برضو هو تحل حضرتك في البيت نفس الاقام determine minimum value بتاع IP عشان يحصل situation transistor لو انا عند beta بدل ما كانت 200 حالا اصبحت 100 125 ومديني هنا saturation value بتاعي بسو 2 2 من 10 دخل الحسابات الموجودة معاك لنفس الدايرة مع مرعاة من 10 وي المقاومة RC بواحد كيلو هنقدر نحسب كل الارقام او كل الخوانين اللي فاتت بنفس الشكل احد التطبقات الموجودة عندي استخدام الترانزيستور ده كسويتش ان انا اشغل lead موجودة معي ازاي استخدم الترانزيستور ان هو يعمل switch on و switch off ل lead موجودة معايا على فترات زمنية مختلفة زي الدايرة الموجودة قدام حالا دي كل اللي اعمله هنا انا عايز اشغل lead ده او اعمل الوقت switch ده او الترانزيستور ده هشغله switch عايز اشغل lead لمدة 1 ثانية لمدة 10 ثانية ابدأ اطبق جهد موجود من حارتك على input الموجود معاك ولما اطبق الجهد هنا انا اعملت forward باس مبين base وال em meter لما اعمل forward باس مبين ال base وال em meter الموجود من حارتك يبقى انا الترانزيستور ده هشتغل في الفترة الوناديات ومدة 1 second ك switch مقفول وبالتالي لما يظهر الكلام ده يبقى في عندي طيار vcc هيبقى في عندي ic طالما في ib هنا يبقى ic هيخش على lead الموجود مع حارتك يشغلها لمدة 1 second طيب ويرجع في الفترة الثانية لا هيبقى اوف بقى لان ما فيش جهد وطالما فيش جهد عن النقطة عند input يبقى ما فيش ib ic وإضاءة لليد الموجودة مع حارتك وبالتالي هنا square wave هطبقها هو زي ما قلت لحارتك لمدة 2 second مرة on ومرة off او 1 second on 1 second off موجودة مع حارتك كل ما يجيلي جهد على input هيبقى في ib وعندي ic وبالتالي هيبقى في طيار موجود تعال نشوف المثال بيقول بقول هنا led in the figure زي رسم رسميا احنا شفناها حالا بت require 30 ميلا امبير يعني هي led دي شغال على 30 ميلا امبير تقم مت sufficient level of light عشان تنور يعني عشان تظهر الاضاء بتاع عادي therefore the collector can't be approximately 30 ميلا امبير ماشي بقى 30 ميلا امبير 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 30 ميلا امبير مديني الدينامي ويقول هنا for the following circuit values determine the ability of the square wave امبير 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 بقى امبير the transistor saturated يحصل يعني الترانزيستور اصبح امبير 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 حالا الى الترانزيستور اشتغل وبقول لي هنا use double the minimum value of base current يعني انت لما جيب ال base current استخدم ضعفه يعني انت جدت الطيار مثلا وليكم بعشرة لا انا بقولك استخدم الطيار اللي هو عشان تشغل وتوصل ال saturation اللي هو ايه هو بقولك ايه use double the minimum value of the base current as safety margin عشان تتأكد انت ترانزيستور يحصل له ايه يحصل له ايه احنا قولنا ده في المثال اللي فات كنا قليلين 50 ميكرو امبير احنا مش هنفعن نستخدم 50 بس ممكن نستخدمه 60 ممكن نستخدمه 55 و 50 ممكن نستخدمه 70 كل ما تزود طبعا وتوقف الامان كل ما كان ايه كل ما كان افضل بالنسبة لها ومديك هنا شوية معلومات هوبة ال VCC وال VCC وال RC وال R وال beta DC وال VLID بكايم حتى ال VLID بقى عشان لما اجعل المصاري المغلق بدلا ما كنتم اقول ال VCC بيساوي في ال RC زائد لا ده خليناك بقى انا كمان هطرح منه كمان الجهد الموجود مع حروتك اللي هو على ال LID الموجود معين فلما اعمل المصاري المغلق ده يبقى ال VCC هيتوزع ما بين IC في ال RC وتوزع على ال LID وتوزع على مين على ال COMMAND اللي هو الموجود عندي زي ما احنا هنشوف بعد شوية بلق يحسب ال IC Saturation او ال IC Saturation زي ما قلنا لحضرتك عشان يحسبه عايز ال VCC نقص ال VLID الموجود معايا ده المعادلة الأساسية ال IC في ال RC زائد ال VLID او لو احنا اجبناها هنا كم الجهد ده هوت اللي هو بتاع البطارية لما تاخد المصاري ده لما تصل ال R ده هتلاقي الجهد ده بتاع البطارية ده اتوزع على ثلاث حاجات الحاجة اللي اقول ليه IC في ال RC اللي هي في المقام ده اي IC في ال RC طيب ويه كمان اتوزع على ال LID يبقى لازم اطرح منه الجهد المفقود على ال LID هو بصوعة من 10 أو 3 من 10 زي ما هو من الدول ال VCE ساد اه ال VCE اللي هو في حالة السيطوريشن بقى لو انا في حالة السيطوريشن برضه في جهد يفقد ما بين ال Junction متاع ال Base المتاع ال Collector يبقى من هنا طلع الطيار الموجود معي 9 V هو من الدين كل الارقام 9 V ناقص 9 و 1 من 10 اقل 1 و 6 من 10 ناقص ناقص 3 من 10 على 220 اه 220 او كل المعلومات المتامة حارتك ده معطاة وبالتالي طلعت الطيار حارتك كام 32 و 3 من 10 مين ده مين طيب هو من الدين لك البتا تقدر تجيب ال IBA ال IBA من أمام لما تقسمه تجيب ال IBA تجيب ال IBA دي ميلا أمبير خلاك بالميلي تضرب 10 و 3 على كام على 50 يطلع معك 646 و ايه 646 ماكرو أمبير طيب 646 ماكرو أمبير دول أقل خيمة من البسكراد مش هده اللي تستخدمها ده هو الراجل قالك ايه استخدم ضعفة لما تضرب 6 6 6 6 يطلع معك 1 29 من 100 ميلا أمبير عشان كده الراجل هقول لحادثك هو ان انا هنا عشانك اصفشا انت واوصل وابقى في ال safe side او في الامان يعني هستخدم طيار مقدار 1 9 و ايه و 20 ده مال هبدأ استخدمه عشان احسب ايه ال IBA الموجود عندي اللي احنا بنشتغل عليه طيب ال IBA يساوي ميلا عام ما ال IBA الموجود مهارتك ده المفروض لما يجي تطبقه هتلاقي عبارة عن شوية حاجات طيب ايه بقى هي شوية الحاجات اللي احنا نتكلم عليها او مش احنا عندنا IBA او فال IBA ده عبارة عن من الجهد المفروض على المين على المقاومة اللي هي ال RB ده هيت على مين على المقاومة RB طيب هو مدينل RB او مدينل RB الموجودة معك ب 3 و 3 مالعاشر ماشي طيب ال V-RB ما او ده هو احنا نقوله من شوية حالة زي المسال اللي فات هو عبارة عن الرسالة اللي موجود معاهرضك ناقص الرسالة أو الرسالة اللي موجود معك الرسالة بقية هواتدول ب7 ايه ب7 من عشرة موجود معين الجهد الamat але هو المفقود ب7 من عشرة موجود عندي. طيب عندي الqual如果你 عايز ه. طيب عندي المقاومة. طيب عندي الائبي. الاي بي موجودة لسه جايبه infections احتى هو كدوا في المعادله man passing 7 من عشرة اللي هو الجهد ما بين get tramitive desde 7 من 10 او بتاياتها 10. وده بيفقد ما بين أي conjunction موجود معين لان توجise two junction معاني. ابن junction فقد عليها زيو 남자 تعodo كده عليها هذه 7 من 10 بالنسبة للسيليكون وعليها 3 من 10 بالنسبة للجرمانيوم الموجود عندي. الراجل بدأ يحسب الوضع ودى 7 من 10 نحية التانية وراعي هنا ان هنا اتنين اي بي مينوم يعني اللي هو واحد تسعة وعشرين في 3 و 3 مين عشرة يجمع لها 7 من 10 تطلع الجهد الموجود عندك اللي انت عايز تحسبه هو عبارة عن اربعة ستة وتسعين من مية فولت يمنى ده الجهد اللازم عشان الترزيسور ده يبدأ يشتغل كسويتش او اون موجود معاك. لو انت عايز تشتغل واللد دي تشتغل لازم توصل على الجهد الانبود قيمة بتاع البالس دي مقدرة كان اربعة ستة وتسعين من مية فولت موجود عندك. طيب الهوموركي بقى اللي احنا مفروض نعمله هلعمل نفس الكلام. بس انا بقول له حركة هنا بقى ايه? هنا الطيار الموجود مع حركة الشغل بخمسين مياكرو ميلا امبير. وانت عايز تزود الجهد المتاع حارتك لخمسة فولت مش اربعة ستة وتسعين. والفي سي سي تخليه برضه هو بقول لك ايه? بقول لك فور اسبيسفايد لايت اممش. انديو كانت انكريز. مش هتقدر تزود الجهد التاح عارتك ده عن خمسة فولت. وانت عايز تزود تخليه اشتغل على خمسين ميلا امبير. يعني الاي سي الموجود معاك تخليه خمسين ميلا امبير. هو عايز ايه بقى الراجل. بقول لك انت مش هتقدر تزود الايه في الدايرة الموجودة مع حارتك دي? عشان. اسبيسفايد ايه كمبونس. انت تقدر تعدل ايه? يا طرى نعدل ايه في الكلام ده? من غير من انا اعدل في الجهود الموجودة مع حارتك. الفي سي سي مش هقدرها نخليه تسع. يعني انا هشتغل على الفي سي سي بتسعة. والفي امبت الموجود مع حارتك بخمسة فولت. يا طرى نقدر نعدل ايه? معديش تعديل الا في حاجتين اثنين. يا اما الترازيستور يا اما المقاومة المقاومة عايق. بس الراجل يقول لك حضرتك انا انا عايز هنا اسبيسفايد. يعني احدد الكمبونس. اللي انت تقدر تغيرها. والفاليوز بتاعتها. ايما انا هقدر احسب ايه? اغير مقاومات الموجودة مع حارتك. بطريقة بسيطة موجودة مع حارتك. عشان اقدر اقول ممكن اعدل في الارسي. ممكن اعدل في الاربي الموجودة مع حارتك. وبالتالي دي الحاجات اللي اقدر اعرف فيها دون تغيير الفي سي سي والفي امبوت اللي احنا بنتكلم عليه. بكده هنكون احنا النهاردة كلمنا على الترانزيسور بتاعنا كامبيل فاير. واكلمنا عليه كسويتش اون وكسويتش اوف. وازاي استخدمه في عملية انارة للمجموعة من الليدز الموجودة عدد. هنا شوية الاسئلة اللي بيختصروا القصة دي. امتى بقول لي استخدم السويتش كترانزيسور كسويتش. والتوستيتس الموجودة مع حارتك. والتوستيتس ديت في الكاتوف والساتوريشن اللي احنا بنتكلم عليه. بقول لي when the collector current is maximum. امتى يوصل للكوليكتور كارنت الماكسموم موجود معايا. لما يبقى الفي سي اي طبعا اقل ما يمكن. او ان انا احط اي بي موجود مع حضا. كل ما زود الاي بي. كل ما يزداد الاي بي. الكوليكتور كارنت امتى بيساوي صفرة. لما طبعا يبقى الدايرة كاتوف ريجون. او في الكاتوف ريجون موجود معايا. لما فيش اي بي موجود معاك. مفيش دي اموت موجود معايا. هنا بقول لي under what condition. الفي سي اي بيساوي الفي سي سي. طبعا احنا قلناها عليها حالا. ليه الكاتوف ريجون الموجود معايا. لما يبقى الاي بي بي ساوي صفر. يعني الفي اموت بي ساوي صفر. يعني الاي بي بي ساوي صفر. يعني الاي بي ساوي صفر. وامتى الفي سي اي بقى مينموم. ده في حالة الاي الساتوريشن اللي احنا بنتكلم عليها. لما الاي بي يوصل لقيمة معينة. يزداد او يظهر تأثير مكبرة عندها المجمع الموجود مع حروتك. وبالتالي في النهاية احنا نقدر نقول لحروتك هنا ان مرحلتين توصيل ترانزيستور كسويتش كون او او اوف هي مرحلة الكاتوف او مرحلة الاي الساتوريشن الموجود عدا. بكده هنكون خلصنا محاضرة النهاردة. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنتكلم على او المحاضرة اللي جاية هنتكلم على موضوعين مهمين. وهم بنينهيهم الشابتر بتاعنا اللي هو هنعرف يعني نفوت الترانزيستور وازاي نقدر نقسم الترانزيستور كاتوجوريز او تأسيمات مختلفة عشان نقدر نقول احنا في النهاية عايزين نوصل الى مرحلة ازاي ما عندنا ترانزيستور في مشكلة وعايزين نقدر نعمله او نكتشف الخطأ او العيب الموجود في الترانزيستور ونبدأ نحلل الخطأ ده ونشوف المشكلة جاي منين من خلال استخدام الافو او نستخدم الاستخدام او نستخدم اي جهاز تقدر حركة تستخدمه لقياس الجود او قياس اي اشارة موجودة مع حرضك اذا كان في سيركت موجودة معنا او الترانزيستور منفصل بزاته او بحد ذاته منفصل عن الدايرة الموجودة عدد ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنكمل مع بعض في الجزء ده عشان المحاضرة اللي بعديها هنبدأ ان شاء الله في الفيلد افكت ترانزيستور او الفيت ترانزيستور استودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة